هدوء ثقيل يخيم على الشريط الفاصلي بين الجزئين المحتل والمحرر من الجولان السوري بقعة جغرافية صغيرة المساحة لكنها الأكثر خطورة مع الدخول الإسرائيلي المباشر دعما للمسلحين القنيطرة شملتها مبادرة خفض التصعيد مع درعة واقع قد لا يتوافق مع خطط إسرائيلية لفرض حزام أمني يفصل المناطق المحتلة أعتقد أن إسرائيل ستقوم بمحاولات كثيرة عن طريق المسلحين أو طريق أطراف من المسلحين في إبقاء التوتر في هذه المنطقة وإبقاء المسلحين في ضربهم للجيش السوري والمدنيين في منطقة القنيطرة وفي درعة لأن هذا الخطط التصعيد لا يخدم مسلحة إسرائيل في إقامة منطقة عازلة بين الجولان السوري والوطن الأم سوريا قصفت إسرائيل مواقع للجيش السوري واللجان الشعبية في نبع الفوار علجت المئات من جرح المسلحين خططها تتضمن تدريب مجموعات مسلحة لحماية مستوطناتها في الجولان واقع ميداني يكشفه الترحيب بوثيقة حوران التي أطلقتها شخصيات معارضة داعية إلى أقليم يضم القنيطرة ودرعة والسويداء يحبط عملية التدخل الإسرائيلي من خلال أولا انخفاض مستوى العنف ثانيا سحب الزريعة من أي قوة خارجية يمكن أن تتدخل لدعم المجموعات الإرهابية ثالثا من خلال إقفال الأجواء أمام أي وجود جوي لحلف واشنطن وتحالفها أو وجود جوي آخر غير الطيران السوري والروسي أفشل الجيش السوري مدعوما بالأهالي في حضر وخان أرنبا ومدينة البعث جزءا كبيرا من المخطط الإسرائيلي لكن الخطر لم ينتهي في ظل سيطرة المسلحين على مساحات واسعة من الأراضي قرب الشريط الشائك العامل الإسرائيلي حاضر في أي ترتيبات تتصل بالمنطقة الجنوبية أدوار استخباراتية وتنسيق مع واشنطن وحتى مع بعض العواصم الإقليمية من أجل إبعاد أي تهديد للاحتلال الإسرائيلي للجولان محمد الخضر دمشق الميادين